نعطيه شوية معلومات قلت قلنا اسكاندر القاصري مدرب مؤقت عطيه شوية معلومات على المدرب الجديد كنا خزيناها من بعض المصادر في تراجل ياري تونس المدرب الأقرب إلى حد الآن في المفاوضات فم مجموعة من الأسماء على طاولة رئيس النادي حمد المدبي الأقرب فيها هو أمير عبدو مدرب المنتخب الموريتاني يجب يكون الاسم الأقرب للبروجيه بتاع تراجل ياري تونسي فم أسماء داولها الجمهور كما كارتيرون فمش حتى إمكانية الوجوده جمال بالماري قلنا البارح كيف كيف لا فم وكيل أعمال اقترح اسم زفين فاندر بروك البلجيكي على رئيس النادي حمد المدب لكن كيف كيف إدارة النادي التوجهة متاحة صعيب لسامي اللي تم تداولها في فترة سابقة صعيب أنها تكون موجودة في الفريق في الليامات القادمة خاصة زفين فاندر بروك فاندر بروك البلجيكي على تراجل ياري التونسي وكامش يجي لتراجل لكنه ما أمراش العقد وقته خلى حتى شوية حساسيات بينه وبين إدارة النادي خلاص لك انتي بيليل فريد لديك كلاس فورة في النوادي انتي اي شوية شوية امير عبدو بيليل عمل نجاحات كبيرة مع جنزر القمر كيف كيف مع متخب موريتانيا هل هو البروفيل الأنسب تشوف الفريق بحجم التراجل معتها هل هو الوقت المناجم يكون هو بروفيل باهي للنوادي اي انا انا راني من من وانو لو سيلكسونير موش رانترونير انا عندي القناعة هاتي انا قاعد شخصي لانو لو سيلكسونير كيم انتي كنت قبيلة تاتي كنت قبيلة تحكي قول تفوزي لبنزارتي يخذي عشرة حصاص تدريبية موش مطالب بش يدرب الانديا مش بش يعمل لهم تحذير بدني هو وتعذير كذا هو مطالب ذوكم تعترو شيك العشرة العشرة حصاصي بش يعملهم موش بش يدرب منها بيه مكش بش جيب لوحد ما عليش يعمل كنترول هو يجمع فوز صحيح هو يجمع هو قوته كما قال لك احمد ونوافقه هو قوته في اللاسيلكسيون هو اسمه سيلكسونير قوته فينه يختار التوليفة الصحيحة ومنها هي يخرج الخلطة الصحيحة خارج الخلطة الصحيحة اللي بش تعطي ريزولتها دونك النجاحات متاع المدرب مع جزور القمور يناجم يكون عنده فكر لكن هو وقتها عنده الساديس بوزيسيون جزور القمور عندهم برجا لعبين محترفين عنده الساديس بوزيسيون خزين فيه متين ولا متين وخمسين ملاعبي منهم هم بش يكون 22 على حسب السيستام اللي يعمبيه وعلى حسب الادفرسير الادفرسير قوي بشي وقت يلمهم يعلعبيهم مقابل يحذرهم تحذير نسبي وقتي اما اما على كيما كانوا يحكيوا على أمبروجي سبورتيف في جماية كيما ترجي ريزي تونسي يغدوا بتقاروحك في تشيمبينز ليك تلعب ضد الأهلي وتلعب ضد سانداونس تلعب ضد كذا الحظ عنده دوره ان شاء الله يكون محظوظ النوادي تختلف على المنتخبات النوادي يا بيليل تختلف على النوادي في التماري في الليس كونفوكي مش نفس الخدمة نعطيك مثلا سيليكسيونير مش مطالب بشيراني إن شجدلي شد لبنائة ней متعالي فرنسا مية الليس كونفوكي اي شجد في تركيا permitt��릴게요 يا شجد النوادي شجد في تركيا مارتينه رب لا نجمش مجرخ معصعودي لو رغمي الناخب الواطني أصعب من المدرب الفريق حتى المدارب فريق نجم يلعب سبت واربع وحد يربح يعمل نويل تسمش كلهم ما اللي اخرجوه مرة في فعل بيش يعمل التوليفة صحيحة ويرضي الناس كله ويعمل ريزولتات اوكي نقولوا احنا ريخ دوت منجي ريخ دوت منجي ريخ دوت الفلوسة اه من نتيجة لا ذاكرا عتسامحني عند انتي كما في النوادي اسعب من المنتخب لا 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 مش نقول لك انا علاش طو كما انتي في نادي عندك 30 لاعب كما في المنتخب عندك 200 او 300 لاعب لا نحكم بالسيطير سمع احنا اتكالك عمد عالفيسير اريدك حاجة اخرى اذا انترونير لا يتحكمش في الفيستير متاعر لا 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 اتحدلك منتخب سعيب فيها ابش اقولك عليا ابش اقولك بالماضي و انتقوة ومالرجة تحكم في المنتخب الجزيري اسمعني المنتخب عليس صعب سيطر فما دي زونترونير لا يعرفوش يتعاولو عالنجوم إيجا كاتفو لا والناخب الوطني عمد يتصعب علي ساعات يكلم لاعب يلعب البرا يقولوا انت باش تعييتلي يا راني انا جمع جاي نلعب شامبينات ساعات ساعات يلعبوا اي كان ماكش باش لعبني متعييتليش يا راني مانجيكش واللي هو مع انت دوب الناس فناليتي مع انت تنجم مش تتحكي الويسر على الوطنية وكل يقولك باش نلعب مع انت هو عند وحدةش باش يلعبوا فيهم ثمونتاش حبوا يلعبوا تيتولي بركنتر النادي عليش قلتلك اسهل النادي نجم يرتح ماتش يعطي ربوع ساعة ناخ بالوطن يرعوا حتى شانجمونيت مش كيمة شانجمونيت فلي كيف روفات صحيب ياسر ناخب الوطني اما بش ينجح انا بقل ريت ناخب